ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حجهم هذا بيسر وقبول إن شاء الله بمشاعر روحانية تملأها السكينة والإطمئنان استقر مليون حج يوم الثامن من ذي الحج في ميناء وسط استعدادات مكثفة ومستمرة لكافة الجهات الحكومية والخدمية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة ويعتبر يوم التروية تحديدا يوما يحرم منه المتمتع بالحج أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما ويبيت الحجاج بميناء اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلون فيها الصلوات الخمس قبل أن يصعد فجر يوم غد التاسع من ذي الحجة إلى عرفة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج ويقوم الحج في يوم التروية بالاختسال والتطيب وبما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات وعقد النية بالقلب وترديد التلبية ويعتبر مشعر منه الذي يبدأ به الحجاج مناسكهم ذا مكانة تاريخية ودينية فبه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح الهدي فداءا لإسماعيل عليه السلام ويقع المشعر داخل حدود الحرم بين مكة ومشعر مزلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرم ولا يسكن إلا خلال فترة الحج